وفاية تيكتوكر معروفة بجريمة بشعة يا ترى إلا حصل صدق أو لا تصدق مع الصحفي أحمد الجدي ندى خالد بنت مصرية عندها حساب على تيكتوك ومعروفة وسط الناس اللي متصدرين المشهد بتاع السوشيال ميديا وبعيدا عن الفيديوهات البسيطة اللي بتعملها على تيكتوك كانت شغالة في أحد الشركات اللي بتورد عاملات البيوت للبيوت ولما جالها أردر أو شغل في شقة وطلعت الشقة حصلت جريمة قتل بشعة تفاصيلها حتى الآن النيابة العامة المصرية لم تعلنها بالكامل حتى التحقيق مع القاتل ولكن الجريمة تمت بطعنات ثم إلقاء من الدور السابع فنزلت ندى متوفية إلى رحمة الله وراحت المستشفى لتشريح الجثة ومن سمى التصريح بالدفن الصورة دي كانت وغداها قبل الوفاة يمكن بساعات في عيد ميلاد حضروا أكتر من ترند من ترندات السوشيال ميديا لبوجي صانع الترندات كانت فرحانة ومبصوطة إنها مع الناس اللي بتحبهم وتتفرج عليهم وتصورت معاهم كلهم ويمكن بسبب العيد بلد ده خرج فيديو من أحد الأشخاص أرايب ندى اتهم ثلاث بلوجرات معروفين إنهم السبب في وفاتها وإنهم كانوا سبب رئيسي في إنها تروح الشقة اللي كانت هتشتغل فيها وكان سبب في الجريمة اللي حصلت لها ولكن طبعا كلامه لا دخلتها طلع غلط تماما والبلوجرات اللي ذكروا اسمهم أحدهم عمل فيهم محضر وتم القبض عليهم بتهب التشهير وجاري الآن محاولات الصلح ومنع الموضوع إنه يتحول قضية ضدهم رغم إنهم شخروا بناس ما لهمش أي زنب من الموضوع اللي يوجه القلبة في قصة ندى إنها كانت إنسانة بسيطة وكان عليها قرد بستة تلاف جنيه ما سدتوش ووالدتها ووالدها كانوا عايشين في خيرها اللي هي بتجيبوا بعرق جبنها لما ماتت مش عارفين يعملوا إيه حتى مصاريف العزة والجنازة مش في إمكانهم أتمنى من كل صناع المحتوى ما يتكلموش عن ندى إلا بعد وجود التحريات والتحققات النهائية من نيابة عشان في كلام يتداول ملوش أي دليل حتى الآن وكل اللي نقدر نملكه ليها إننا ندعي لها بالرحمة والمغفرة ويصبر ألبابها أمها